بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد مشاهدي الكرام مشاهدي كناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد أن ألتقي بكم في هذا اليوم يوم السبت على الهواء مباشرة في هذه الحلقة التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن أجعلها في مزان حسناتي وحسناتكم وأن يعننا وإياكم على ذكره وشكري وحسن عباداتي اللهم أمين هنتلقى اتصالاتكم ونسعد بها بعد دقائق نعلق فيها على زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر أنا كرجل مصري أعتز بوطنيتي وبمصريتي تابعت هذا الحدث متابعة دقيقة ككل مصري لكن تابعتها متابعة أدق كعالم عالم يؤمن بأن الأرض تتسع لنا جميعا تتسع للمؤمن ولغير المؤمن تتسع للمسلم ولغير المسلم تتسع للمسلم والمسيحي واليهودي والبوذي والملحد أيا كان تتسع الأرض للجميع لأن الله خلق الأرض للجميع سبحانه وتعالى وقال لنا يا أيها الناس لكل الناس في كل الأرض في كل بقعة الدنيا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوب وقبائل هنا مش بس أشكال وألوان ولغات ولهجات لا كمان اعتقادات وثقافات وقيم وتقاليد لأن كل شعب وكل قبيلة لها طراثها ولها ثقافيتها ولها اعتقاداتها وماذا بعد يا رب إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل قال لي تعرفوا مش حاجة تانية وعلمنا إن الاختلاف أمر يعني ظاهر في كون الله في كل مناح الحياة وأن الاختلاف بين البشر بالتحديد في الاعتقادات أمر كوني أو دعوني أقول إرادة كوني أرادها الله سبحانه وتعالى ويستحيل فيما أراده الله كونا أن يغيره أحد مستحيل لو الدنيا اجتمعت على إنها توحد الناس على دين واحد ده معناها أننا بنخالف إرادة أو ما أراده الله كونا زي ما ربنا أراد السماوات والأرض وأراد الليل والنهار أراد الله أن يكون الناس مختلفين في كل أنماط الحياة مختلفين طيب هل مع هذا التخالف يا سادة يكصي بعضنا بعضا أو يفرض يفرض القوي أو تفرض الأكثرية أو يحاول إنسان ما أو طائفة ما أو جماعة ما أو أصحاب دين ما يفرضون دينهم على غيرهم بالقوة أو بغيره لا يجوز على الإطلاق لا إكره في الدين فمن شاء فاليومن من شاء فاليفود ده إحنا حتى نتكلم على الدين الذي نؤمن به إحنا فلا يجوز على الإطلاق إنما الواجب أن نتعامل مع هذا المختلف وحفظوها عني جملة دايما بكررها وبقولها بوضوح الاختلاف إرادة كونية والتعامل مع المختلف بأدب التعامل وقولوا للناس حسنا إرادة شرعين يعني أراد الله منا أن نكون مختلفين وأراد الله تعالى من المسلمين أن يتعاملوا مع الناس بالحسنة وأن يتعايشوا مع الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجنسهم وهيئتهم وثقافتهم أهلا وسهلا وبالتالي ترحيب مصر الحر بضيفها على المستوى اللائق به ده الطبيعي جدا والعادي جدا لقاء فضلت الإمام الأكبر كله التحية والتقدير لشخصه الكريم لبابا الفاتيكان ومشاركة بابا الفاتيكان في المؤتمر العالمي للسلام هو لا الحقيقة لمشاركة الحقيقية وده التعبير الدقيق لما يجب أن يكون عليه الفهم الصحيح لدين الإسلام ممثل في الوسطية ومثل في الأزهر الشريف رمز الأزهر وهو الإمام الأكبر الدكتور أحمر الطيب بيلتق البابا الفاتيكان وزا ما احنا شايفين كده الصورة وشفناها مبارع وتابعنا الحوارات اللي كانت بينهم الرائعة جدا وشفنا الحديث إزاي كان ماشي الحديث وإزاي كان الحقيقة الكلمات معبرة جدا عن روح الدين وما ينبغي أن يكون عليه البشر الرسالة الواضحة جدا في زيارة بابا الفاتيكان في هذا الوقت وبالذات لمصر إنه مصر بلد أمن وأمان وهتظل إن شاء الله مش عشان ربنا سبحانه وتعالى جعلها بلد أمن وأمان مش عايز نقف عندي دي كتير لو سمحتو وأنا آسف جدا مش عايز نعتمد عليها وننسى وجبنا الأمن والأمان مش هيتحقق علشان إن ربنا جعل مصر بلد أمن وأمان لا يتحقق بنا وبيكم هيتحقق بكل فرض كل فرض في هذا المجتمع يستطيع أن يكون بدوره في تحقيق الأمن والأمان فلا يحدث شيئا يخالف هذا الأمن والأمان ولا يتسطر على مخرب ولا يتسطر على مجرم ولا يسمح لابنه ولا الأريبه ولا الجاره إنه يعمل إجرام أو خلافه ده يعني ما أحببت أن أقوله في مقدمة هذه الحلقة وأؤكد لكم على أن الحوار بين أتباع الأديان يجب أن يكون مستمرا وربنا علمنا ده وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالاته أعسن إذن في حوار شكرا يا خسعيد إذن في حوار هذا الحوار اللي بنتكلم عنه هذا الحوار اللي بنتكلم عنه هو القرآن اللي عبر عنه بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذن لما تتحاور وتتكلم مع أهل الكتاب على كل المستويات تتكلم وتحاور واختار الكلمة التي هي أحسن ده اللي تعلمناه في ديننا ومرسناه في حياتنا والأظهر مش من النهاردة بيعمل هذا الحوار الأظهر طول عمره بيعمل هذه الحوارات والنبي الكريم تحاور تحاور مع اليهود تحاور مع المسيحيين نصارى وتحاور مع غيرهم وسنظل نحن على هذا المنهاج نتحاور والله في النهاية إحنا لا هنفرض عقدتنا ولا هنقبل أنهم يفرضوا علينا عقدتهم ما نتحاور في إيه في التعايش ما يحقك التعايش ما يحق التعايش عبادتي في مسجدي أنا بينه بن ربي وأنا حر فيها وعبادته في كنيسته ولا في معبده هو حر فيها الله سيحسب عليها إنما أنا وهو عايشين على أرض وحدة سواء كتوطن واحد أو دنيا وحدة الأرض الواسعة بتجمعنا يبقى نتعامل بالمعروف ونتعامل بالإحسان جيران يحسن بعضنا إلى بعض ما إحناش جيران يبقى نتعامل بالأدب مع بعضنا لا يعني يتهم بعضنا بعضا ولا يعني يضايق بعضنا بعضا وكل واحد يعيش وخلاص أنا مؤمن وأنت مش مؤمن في عقدتي أنت مؤمن في عقدتك وأنا غير مؤمن في عقدتك ما فيش مشكلة خلي ربنا اللي يحاسب على ده سبحانه وتعالى وهي هو اللي يسألنا عنه إنما أنا وإنت لنتعامل بالمعروف اللي بيعبر عن قوله تعالى لتعارفه أكتفي بهذا القدر اشتركوا في القناة